ايه يا المكتبة مكتبة اسكندرية عرفت باسم مكتبة الاسكندرية الملكية اكبر مكتبة في العالم دي بيقولوا ان اساسيات العلم كانت فيها كل انواع العلوم تم تأسيسها على يد الاسكندر الاكبر بيقولوا يعني 23 قرن الان وهناك ايضا رواية ان اللي شيدها بطليموس الثاني اوال القرن الثالث يقال ان فيها اعمال هيمروس عارفين هيمروس شعر العظيم شعر اليونان العظيم مكتبة ارستو كلها حوت المكتبة علوم الحضارات وعلم الشرق وعلم الغرب باختصار كده يعني حوت كل اساسيات العلم في ذلك الوقت طيب دخل الخراب عندما دخل العرب سنة 640 ميلادية في يوم 22 ديسمبر دخل اسكندرية بعد سنتين تقريبا من تصد المدينة لهذا الغزو الغاشم الظالم دخل العرب دمروا اسوار المدينة وبعدين عمر بن العاص وانا عايز اديكم فكرة عن ابن العاص ابن العاص ده امه زانية يعني ده مش مش هو ابن العاص ده امه الحقته باخر واحد كان يعرفها لاني كانت من اصحاب الرايات الحمراء وده علمي مش مش بقوا مش باشتم حد افهموني دي كانت من اصحاب الرايات عندها خيمة ويرافع راية حمراء يعني هي يعني دعارة دعارة بأجر ففي الوقت اللي حملت فيه بابن العاص كانت تعرف اربعة مرة واحدة اربعة رجالة مرة واحدة فعلحقته بأغناهم اللي هو ابن العاص فسمته عمر ابن العاص عمر مسؤول عن حرق المكتبة والرواية مؤكدة وجه صلاح الدين الايوبي كلهم عظماء كلهم عظماء جم مجشفين منمالين مجمالين وجم على اعظم حضارة في العالم في ذلك الوقت الحضارة الفرانية التي امتزجت او كانت متكاملة مع الحضارة الاغرقية وضمروا كل ده بيقولك المكتبة دي رجعت تاريخ العالمين كمائةين تلتمائة سنة وراء يعني كان فيها كل علوم جاء صلاح الدين الايوبي البطل الفاتح والناصر والبطيخ وضمر الباقية كان فيها شوات لفافات قالك يلا ارمي يعني اللي يؤكد جاهله جاهل عمر بن العاص ان اللغة القبطية لغة المصريين سيبهم في لغتهم لا ده كان بيعمل غرامة على كل من يتكلم القبطية ويحطه في السجل ما حفظ الراجل على اللغة القبطية ما حفظه على المكتبة بما تحويه من ذخائر وكنوز المعرفة في كل العالم العاصل الرواية الاقرب الى الصحة هقولها لكم الرواية القوية جدا اني عمر قابل يوحنا يوحنا ده راهب وراجل كبير ليه مؤلفات وليه ومسيح عجوز عالم لهوت فقال له حصل جدال بالتنين عن التثليس والتوحيد وقلوهية السيد المسيح وفي الاخر طلب يوحنا من عمر بن العاص انه قال له طيب انا يعني انتو خدتوا كل حاج سبولنا المكتبة دي سبولنا الذخائر دي قال له ايه اللي موجود في المكتبة قال له ايه اللي موجود في المكتبة علم لا يقدر بثمن قال له ان ما قدرش ااخد قرار انا اسأل الخليفة والخليفة ده عمر بن الخطاب ما اعزرت من كذا الا كذا عمر بن الخطاب ده ليه قصر اقولها لكم عشان تعرفوا الاعداث رايحة فيه الاعداث متكاملة تؤكد انهم هم الذين احرقوا مكتبة الاسكندرية هم الذين داسوا الفكر العالمي باعزيتهم هم الذين داسوا بخيولهم عقول العالم افكار العالم امتهنوها واحتقروها ودمروها لانهم لا حضارة لهم يعني الخيمة دي حضارة الرمل ده حضارة النخلة دي حضارة ما عندهم شيء كده المعزة دي ولا الجمل دي حضارة بيتداوب البول وخلاص البول البعير يتداوب به بعد يسأل عمر وانتوا عارفين عمر فاكرين عمر لما اختفى يومين ثلاثة ومحمد يقدر يدور عليه محمد يدور راح فين الراجل دا راح فين الراجل دا وبعدين ظهر كنت فين يا عمر ده انا بدور عليه ده محمد اللي بيسأله قال له يا رسول الله ده انا رحت عند اليهود وعند المسيحيين ولقيت عندهم كلام يشبه كلامنا فجبته لكهم وجايب له فافة فيها بعض أصفار العهد القديم والعهد الجديد وأول مرة محمد اللي كان بيقول يا رب ارزق الإسلام بأحد العمرين عشان عمر بن خطاب ده كان قوي وكان غني طب ما هو جاء اتجرق عليه وراح ضربه بحاجة منشة ولا بتاعفيده كده وقال له لقد أبدلنا الله خيرا من هذا ايه اللي بتاغ ايه اللي مسكه ده ايه ايه العصفار اللي انت بتقول عليها دي ارميها لقد أبدلنا الله خيرا من هذا ما تمسكهاش تاني فطبعا عمر مستقر في مخه انه عندنا كل حاجة عندنا علم من أولين والآخرين فبعت السيد عمر بن العاص يسأل السيد عمر بن الخطاب ويقول له في مكتبة ضخمة وفي كتب نعمل ايه فيها وفي راهب عجوز مسيحي عايز ياخدها او ياخد بعضها اعمل ايه قدها له كتب له الآتي يا اخي اجابة عجيبة اجابة عجيبة اسمح بس قال له اذا كان ما في هذه الكتب يشبه كتابنا فكتابنا فيه الكفاية وان كان لا يشبه كتابنا فيجب يعني اتخلص من الكتب على الحالين يعني اذا كان العلم اللي موجود في الكتب دي يشبه كتابنا فكتابنا بقى له الفضل هو خير العالمين والاخرين فيه العلم الاولي والازلي طب واذا كان العلم مخالف لكتبنا يبقى برضو ايه يعني على الحالين اتخلص من المكتب يقول لك وزعها على حمامات الاسكندرية وظلوا يحرقونها للتدفئة لمدة ست شهور حاجة غريبة حاجة غريبة يعني انت انت لا يمكن تتصور ان الفكر العالمي يمتهم لهذه هتتوقع ايه العرب طلعين طبعا ايه كعاداتهم هم خلاص هم بيتنمروا على العالم كله اذا كانوا بيتنمروا علينا في امريكا هنا يعني جايين سبنا الكوماس وجايين يقرفون هنا سبنا الكوماس وجايين يقرفون الناس في اوروبا ايه ده بيتنمروا على الناس ده انا شفت في باريس وقت بيقفلوا شوارع ما ما تتوقعش منهم يحرقوا المكتبة ما عملوها مش عملها سعد بن ابي وقاس مع المكتبة العظمى بتاعت ايران فارس خل المكتبة احرقها بالماء والنار خل المكتبة تدوس الخيول تنشى عليها في نهر زجلة جريمة حاولوا يغطع الجريمة مع ان انك كتب عن العكاية دي علماء هم وعلماء هم القفتي كتابه تراجم الحكماء اتكلم عن احراق المكتبة الذي استمر ستة شهور احراق كتب كتب المكتبة استمر ستة شهور ونجد بعض الكتب من الحرق منها بعض كتب ارستو واقليد سرياد وبطلي موس الجغرافي معرفش يمكن خدهم الراجل العجوز ده جري ورا كل حتة فيها شوية لفافات يديهم فلوس وياخدهم الراجل العجوز ده اللي كان اسمه يوحن وذكر القفطي اقدم واول من تكلم عن الكارثة وذكر ايضا ذلك المقريزي وابن النديم في الفارس كذلك ابن خلدون اهل العرب دولة اي دلك اهل العرب دولة مش اهل حضارة اول ما بدخلوا بلد بيضمروها مش انتم بتعتزوا بابن خلدون وبتقول المفكر العربي وعالم الاجتماع واول عالم الاجتماع طب هو شفتوا قال ايه عنكم قال ان العرب اذا دخلوا مدينة خربوها ده ابن خلدون بتاعكم 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 اللي قال كده طب لو حبيت انا حبيت انا اقول بعض الادلة برضو اللي بعتتها للدكتورة لا بعتت للادلة دي برضو منقولة من بعض المراجع مهمة انكم تسمعوها مهمة انكم تسمعوها يا ربي يا ربي لا ويه طلعين الوقت بكتائب عملين لا ده اللي حرقوها واحد من اتنين يا يوليوس طيسل لما كان بيحارب كالكولوباترة فاحرق السفن فاكتارت نار واحرقت المكتبة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ادلة ان العرب كتبالي اورد ابو الفرج جولوجيوس المالتي وهو ابن العبري دون ذكر السند قال الدليل اول المسلمين كان لهم رغبة عظيمة في محو كل كتاب غير كتبهم غير القرآن والسنة طبعا هم مش بيعملوا كده دلوقتي هم الوقتي بيعملوا ايه هم يدعوا انت عملت نظريات اخترعت حاجة ما انت عيش عالة على الغرب اللي انت بتحربه وامريكا وكندا اللي انت بتحربه الدليل التاني رواية الحريق لم يرويها ابو الفرش فقط رواها ايضا مؤرخان مسلمان البغدادي وابن القفط الدليل التالت ان المسلمين الفاتحين مش الفاتحين الغازين اللصوص الجرابية احرقوا ايضا كتب الفورس بنفس الطريقة كما ذكر حاجة خليفة في كتاب كشف الظنون والربع بان احرق الكتب كان امر معروف عند العرب احرق الكتب كان امرا معروفا وشائعا يتشفى به من كل مخالف ممن خلفه في رأيه كان الراجل يحن ده اللي قاعد يتحاج ويتجادل ويجادل ويناكف مع عمرو ابن العاص كان علم كبير فقال له طب انت عايز من ايه قال له فيها كتب الحكمة وفيها كتب في المنطق طبعا عمرو بن العاص هيفهم يعني منطق هيفهم هيفهم بتقول ايه يا عم يوحن بتقول ايه يا عم يوحن اما النصارى نصارة مصر مسيحيين مصر اقباط مصر طب يحرقوا فكرهم ما حرقاش ليه قبل كده ما حرقاش ليه ما حرقهاش ليه اهل 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 اقباط مصر اللي بيحترموا الفكر يحرقوا المكتبة او حرق هايوليس قايصر دي الروايتين اللي بيقولوهم انما احنا نحرق ده كلام ده ده الشر علينا ده احنا ده احنا العرب ده احنا بنات الحضاء ووروني واحد واحد بس اسمه عربي الاصل عمل حاجة في تاريخ الخضارة الاسلامية اللي بيتشدقوا بيها ده النح والتاحهم اللي عملهولهم سباوية سباوية فاريسي ما فيش حاجة هم عملوها البخاري هو اللي عملهم صحل هو اللي جمع لهم الاحاديث من بخارة ما فيش ما تلاقيش حاجة ما تلاقيش حاجة وروني 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 حاجة عملها حد عربي ولا اسلامي في تاريخ الحضارة بتاعتهم اللي قالوا كنا اروع امة في القرن التاني والتالت الهجر كنا اروع امة واكبر امة على وجه الارض بس عملتوا ايه بدم الشعوب اللي انتو خدتوه كان احلى حاجة عندكم تفتحوا البلد تخزوا البلد تروحوا بعتين مئة الف عزراء للخليفة عشان يرضى عن الوالي او يرضى عن اللي عمل الخراب وفتح البلد دي وخرب البلد دي والتاعك حرماط